صح الصح صح 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 ماردنا من جد التحياتنا لكل أشخاص اللي انضموا هلأ للسماء وصلنا لفقرة وافق الأبراج مع الست ميسون اللي عيد ميلادها كان إيمتا مبارح مبارح حبيبتي عافي بعدة يا أحلى ميسوني كل عامو أنت بألف خير وانتي بألف خير شاء الله دائما نشوفك بكامل صحتك وجمالك وانطبك وطيبتك ونجاحك حبيبتي الله يساعدك حبيبتي كتير هذا سنت الـ 2020 ما بديك تسأليني عن عمري رح تقولي فمش رح يكون إشي ما عندها أي مشكلة هيست في عمرها العمر بالنسبة لها مجرد رقمها في عنا سارة عدنان الراشد بدأت تعرف توافق ما بين القوس والحوت قوس وحوت هالعلاقة ممكن يكون فيها نجاح وممكن يكون في تفاهم لأنه يعني خلينا نقول أنه بالبداية أنه القوس مش سهل على مستوى النظام وفرض النظام والحوت مش سهل على مستوى التعامل لأنه إنسان حساس جدا ولكن هالعلاقة ممكن تكون صعبة بشوية تغيير ببعض الأمور ببعض التصرفات وبالنقاش الإيجابي وبالاستماع الجيد من القوس للحوت بهالطريقة ممكن تكون هالعلاقة ناجحة جدا زبيدة بن ذارف عن برج الجدي هي وأنا سنصيرات الجدي من الأبراج اللي حكينا أنه الأسبوع الأول والأسبوع الرابع هو عاطفي بشكل مطلق لذلك عليكم الحذر من القرارات المصيرية والقرارات اللي فيها أمور قد تخص العمل قد تخص الآخرين لأنه الجدي إنسان عقلاني وبالمرحلة العاطفية ممكن تنطلق القرارات على المستوى العاطفي فانتبه لهذه المسألة وأيضا الأسبوع الثاني والثالث ما تسيء فهم الآخرين وما توجه الاتهامات بشكل عشوائي عليك أنه تكون إيجابي وعلى برج الجدي أنه يكون حذر بطريق التعامل مع الآخرين والأسبوع الأخير قلنا فترة عاطفية وفيها القرارات ممتازة جدا للي بدهم يتخذوا قرار عاطفي خاصة لغير المرتبطين وليد العيسى ومن وجهلك تحية تاومي جوردن حبيب الألب بده يعرف عن الجوزاء الجوزاء أيضا الأسبوع الثاني والثالث تتعرض للمسائلة وممكن تدخل بنقاشات سلبية وممكن تتعرض للتحدي عليك أنه تنتبه للمحيطين وما تفقد ثقتك بالآخرين إذا تعرضت من بعض المقربين مش زي ما أنت بدك يعني ممكن تطلب طلب وما يستجيبوا لك بالطريقة اللي أنت كنت تتوقعها فهذا ما بيخليك أنك تفقد ثقتك بكل المحيطين عليك أنه تكون إيجابي وخطواتك إيجابية وتكون مخططاتك محكمة هذه الفترة ما تحرق المراحل حافظ على أسرارك والأسبوع الأخير ممكن تصلك أخبار تخصك أو تخص أحد المقربين وتكون فيها فرحة كثير كبيرة العاطفة النصف الثاني هو الأفضل وعليك الاستماع للشريك نعم طيب في عنا ستة العزيزة علاء صبر التراون نبدأ يعرف عن الميزان برج الميزان برج في تحسن بالأسبوع الثاني والثالث وأيضا بالرابع ولكن عليك الانتباه لصحتك بهاي الفترة رح تخطفي كل العرقيل رح تخطفي كل المطبات رح تظهر معطيات جديدة ممكن تخليك تكون محب للحياة أكثر رح يناسبك بعض الأمور تتناسبك بعض الأمور أنك تبدأ فيها وكنت عم بتخطط لها بالعام الماضي الأسبوع الأخير هو الأفضل وممكن يلجأ لك أحد الأشخاص لطلب المساعدة ورح تكون أنت الأول بتقديم هاي المساعدة ورح تكون مبسوط ولكن أنت تحت الضوء أيضا بهاي الفترة فانتبه لحركاتك وتصرفاتك وأقوالك العاطفة تعيش السعادة وتلاقي الأمان عند العائلة غير المرتبطين تتراجع بعض العلاقات اللي ابتدأت من بداية السنة وممكن تظهر فيها بعض الأمور السلبية لذلك انتبهوا لتصرفاتكم مع الشريك مع الخطيب أو الخطيبة هاي الفترة تعتبر حساسة جدا فحتى ما تخرجوا هذا الشهر خسرانين عليكم الانتباه لأقوالكم ثارة البدري بدأت تعرف توافق العذراء مع الثور عذراء وثور العناد الموجود عند الثور ما بيتماشى مع العذراء لأنه العذراء اللي بيعاند معه بيخسر فيمكن أنت أكثر واحدة بتعرفي العناد العذراء ما بيجي غير بالمساياسة وبالاستماع الجيد وبإقناعه بوجهة النظر الثور عنده عناد لما يفرض شغلة على برج العذراء فبديصير عنا تراجع بهذه العلاقة نتخلص من هذه الصفة لحتى تكون هذه العلاقة ناجحة بإذن الله وننهي مع الحوت ميسون؟ أكيد يلا كان فيه تراجع فلكي ببياط الشعور بالسلبية لبرج الحوت بالأسبوع الأول هلأ الأسبوع الثاني رح تعمل على تسريع الخطوات لحتى تعوض ما فاتك وأيضا فيه علاقات اجتماعية جديد من نوعها ممكن رح تتابع أيضا شأن أحد أفراد الأسرة أحد المقربين هذا كله بالأسبوع الثاني الأسبوع الثالث فترة جديدة وفترة جيدة للوقوف من جديد على الأعمال وعلى المهنة وعلى بعض الأرباح المالية انتبه ما تعرض نفسك للخسائر وانتبه أيضا لصحتك الأسبوع الرابع هو الأفضل على كل المستويات وفيه إنهاء كل المطبات اللي كانت موجودة من بداية الشهر العاطفة الأسبوع الثالث والرابع هو الأفضل للقرارات العاطفية ميسون بدأ نشكرك ونقولك مرة تانية كل عام وانتبه خير شكرا حبيبتي شكرا لكل أشخاص لتواصلوا معنا اليوم سمعونا وشافونا غدا يتجدد اللقاء شكرا أورنج شكرا أورنج شكرا أورنج شكرا أورنج